هذه صور خاصة وثقتها كاميرات الطائرة توضح انتصار جنود الشرعية في مواجهات من مسافات قريبة استخدمت فيها القنابل اليدوية ضد عناصر الميليشيات داخل منطقة النجعة في مديرية الصفراء بصعدة جنود الشرعية بالدوائر الحمر والميليشيات بالدوائر الصف وهنا ترصد كاميرتنا الطائرة الأوضاع في سوق آل ثابت بمديرية قطابر بعد طرد الميليشيات منه وعودة الحياة للسوق الأهم في محافظة صعدة أما هنا فنوثق عمليات تمشيط نارية وتأمين لأزاء واسعة من مديرية منبه التي تشير الصور إلى انسحاب الميليشيات نحو عمقها بعد خسارة أطرافها بعد انتفاضة بن الخولي في مديرية المنبه وقبائل الأزهور في مديرية رازح وغمر يبدو أن الميليشيات الانقلابية قد فقدت جزءا كبيرا من قوتها بعد أن كانت تجبر تلك القبائل على إرسال أبنائها معها لقناتي العربية والحدث محمد العرب من مديرية المنبه في محافظة صعدة ترجمة نانسي قنقر